مجدداً تتواثر الأنباء عن أزمة هجرة غير قانونية على حدود الاتحاد الأوروبي فنلندا هي الهدف هذه المرة كبوابة شرقية لدول الاتحاد الأوروبية عبر الحدود مع روسيا أما أكثر المهاجرين غير القانونيين فهم من العراقيين وبعيداً عن تفاصيل الأزمة الناشبة بين فنلندا وروسيا المتهمة بتسهيل عبور المهاجرين حدودها نحو الاتحاد الأوروبي فإنما يجري على الحدود الروسية الأوروبية يعكس تفاقم أزمات أخرى يواجهها العراقيون منذ سنوات عديدة وتدفعهم نحو مغادرة بلادهم بحثاً عن أمن مفقود وحياة كريمة العدد الكبير من المهاجرين العراقيين غير القانونيين يفند بحسب ناشطين مزاعن حكومة الإطار التنسيقي عن تقيق الاستقرار السياسي بينما تتوسع مافيات تهريب البشر ويرتفع مؤشر رغبة الشباب العراقي في الهجرة خارج البلاد حيث يدفع ارتفاع معدلات البطالة وغياب العدالة الاجتماعية وترد الوضع الأمني وتسلط الميليشيات وعدم الثيقة بمستقبل أفضل في ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة وأحساب السلطة الشاب العراقي نحو خيار الهجرة التصنفه تقارير للأمم المتحدة الشعب العراقي ضمن أكثر الشعوب طلب للهجرة والتوطين في بلد آخر وعلى الرغم من ما يلاقيه المهاجرون من أخطار قد تكون قاتلة في كثير من الأحيان من غرق في البحر أو موت من الجوع أو البرد في غابات أوروبا المتجمدة في الشتاء إلى أن واقع الحياة في العراق يظل أسوأ من احتمالات الموت خلال رحلة الهجرة رأي تؤكده تقارير صحفية استندت إلى أحاديث مع كثير من العراقيين الذين اضطروا إلى العودة إلى العراق بعد فشالهم في رحلتهم نحو دول الاتحاد الأوروبي أكدوا خلالها أنهم يفكرون جديا في تكرار المحاولة مرة ثانية وثالثة هاربا من عراق المحصصة والفساد وتغول الميليشيات